من ترقب وحذر يعيش الليبيون تلك الساعات الأخيرة على أمل انتهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عشر سنوات في ظل تفاؤل بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة خلال جلسة لا هي في الشرق ولا في الغرب بل في مدينة سيرت الواقعة وسط البلاد وهو ما قد يعزز نسبة التفاؤل الشعبي والسياسي أيضا إلى سيرت التي يبدو أنها استعدت كما يلزم انتقل الدبيبة وانتقلت معه أنظار الليبيين وساسة العالم من دون مبالغة للتعرف على الحكومة الليبية التي تعيد توحيد المؤسسات الوطنية وتقوم بالمصالحة الشاملة واستكمال خارطة الطريق وإخراج المرتزقة من البلاد التي عانت خلال الأعوام السابقة من انتشار الميليشيات والجماعات الإرهابية وفي محاولة منه لاستشراف موافقة برلمانية على تشكيلته وجهت بيبا رسائل إلى مجلس النواب مناشدا أعضاءه منح الثقة لحكومته لتتمكن من مباشرة مهامها على الفور وعدم ترحيل الإجراءات لمرحلة أخرى قد تؤدي إلى عرقلة المصاري السياسي الذي أوص به ملتقى جنيفة مضيفا أن عملية تشكيل الحكومة لم تكن بالأمر الهينة وأن الأوضاع الحالية تتطلب الوقعية من الجميع واستيعاب الظرف الذي شكلت فيه الحكومة التي عاد وأكد أنها لن تشهد استثناءات لأي من الأطراف رسائل مساندة ودعم من مختلف الأطراف الفاعلة المؤيدة لحلول ليبية خالصة للأزمة وأبرزها مصر وجامعة الدول العربية والبعثة الأممية للدعم إلى ليبيا والذين شددوا على مواصلتهم دعم العملية السياسية في ليبيا تمهيدا للتحضير للاستحقاقات الدستورية المقبلة وأهمها الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبلة لكن أي من ذلك لن يكن له معنى في حال تعثر الليبيون فالاتفاق على منح الثقة لحكومة الدبيبة وهو بالطبع ما لا يتمناه أحفاد عمر المختار الذين ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء واحد من أكثر فصول بلادهم فرقة